ده يوسف ايمن لعب الاهلي الجديد مدافع بيشبه كتير جدا لمحمد عبد المنعم مش بس في اسلوب اللعب وانه بياخد اللعيبة يعد يلف بيهم ولكن في تفاصيل كتير اولا هو واحد من النشئين الاهلي وخرج في موسم 2009 ثانيا راجل حريف وكان نفسه يلعب مهاجم وفي بعض الوقات ممكن العملية تهرب منه وتلاقيه خده الكرة وعمالي رقص اما بقى سالسا اول مدرب يضمه للمنتخب القطري كان كارلوس كيروش الراجل المقتنع به بشكل كبير زي بالزبط ما كان برضو مقتنع بمحمد عبد المنعم اما بقى رابع حاجة انه راجل دايما بيعتمد عليه في المنشاط الكبيرة بمرأبة اهم لاعب عند المنافس على سبيل المثال زي بغداد بنجاح وزي رونالدو وزي ما انت شايف يوسف في المنشاط الصعبة دي ادائه كان متزن بشكل كبير فتعالا نتكلم النهارده عن يوسف ايمن اعرفك على الراجل ده بشكل مفصل اقولك ايه يا المميزات وبعدها اكلمك عن السلبيات ووريك كمان بعض الاهداف اللي دخلت في فريقه كان هو السبب فيها يوسف ايمن عمره 25 سنة المركز قلبة فاع وبكي مين طوله ما شاء الله 190 سنتي واخر محطاته كانت نادي الدحيل القطري وملعبش في مشواره فانده كتير يعني بتتكلم انه هو شارك في مشواره بشكل عام في حوالي 5-6 فرق ابرزهم السلية وقطر القطري وكان ليه تجربة احتراف قصيارة في بلجيكا وطبعا في الاصل او في الاساس هو واحد من ناشئين النادي الاهلي تعالا بقى نتكلم في المهم وهي مميزات الراجل ده اللي اهمها انه راجل حريف بشكل كبير جدا راجل ما شاء الله بيقدر يبني هجمة من تحت بشكل مميز وكمان شمجرد يبني الهجمة بتمريرة او بكرة طويلة ولكن الموضوع معاه اعمق من كده يعني مثلا تلاقيه ممكن يرقص واحد ويرقص التاني ويرفع عينه بعدها يلعبها بالمسترة زي الكرة دي ولدرجة كمان انه راجل زي ما انت شايف بيوصل الكرة لزميله بضاقة كبيرة جدا نادرا لما تلاقيها عند لعب مدافع راجل فعلا عنده مهارة بشكل كبير جدا لدرجة انه رغم انه هو مدافع الا انه عنده رؤية زي ما انت شايف هنا الراجل بيرفع عينه وبيطلع زميله وبيلعب له الكرة بشكل متقن جدا ولدرجة كمان انه صحيح هو لعب مدافع لكنه ما يعرفش حاجة اسمها تشتيت زي ما انت شايف اداءه مفوش اي تمرير عشوائي ودايما التكنيك اللي بيلعب به مجرد بس الباص برضو بيبقى فيه كده نوع من المهارة والاداء الجيد تاني المميزات عند يوسف انه راجل ما شاء الله 190 سنتي وبالتالي بيكون مميز جدا على مستوى العرضيات بشكل عام سواء في الجزء الدفاعي انه راجل بيشيل كويس في الكرات العالية اللي بتيجي على فريقه وسواء كمان في الحتة الهجومية انه راجل بيطلع في الضربات السابتة بيسجل اهداف بيعمل تكملة هجومية بشكل كويس وبيقدر انه هو يستغل بعض الفرص ويسجل اهداف لصالح فريقه اما بقى رقم 3 في المميزات ودي حاجة الحقيقة مهمة جدا ومش موجودة عنده مدفعين كتير انه راجل زاكي جدا وبيتوقع صح ودايما بيلعب على الكرة ودي حاجة بتكرر في هوقات كتير جدا ان انت تلاقي المنافس هو الغرب للكرة ولكن يوسف بيقدر يتوقع بشكل صح ويلعب على الكرة ويوصلها اسرع من المنافس هو راجل بيلعب على التوقع وده بالمناسبة رزق كبير جدا لان توقعه اذا كان غلط في مرة هيبقى شكل وحش وهيتعدى منه بمنتهى السهولة لكن خلينا اقولك انه هو في اغلب الهوقات لحد دلوقتي التوقع بتاعه بيبقى صح هنا مثلا ان الراجل ساب مكانه وجاي حرفيا من اخر الدنيا والكرة اقرب للمنافس لكنه قدر يوصل للكرة ويعمل تاكلينج اللي بالمناسبة مميز جدا فيه وبيعمله فوات كتيرة تعالى بقى نروح لاخر حالة في حطة التوقع دي هنا تسديدة دخلت هدف الراجل ما منعوش لكن شوف ازاي توقع صح وازاي قطع وجري اتجاه الكرة وكان قريب جدا من انه هو يعمل لها بلوك يبقى كده بتتكلم راجل ما شاء الله طويل بيعب بدماجه بشكل كويس اداءه بيميل للخطورة والريسك وانه يلعب بشكل فيه مهارة واستعراض وكمان بيعمل تاكلينج بشكل كويس بيعرف فيه قطع الكرة ويعرف في حد ده يرايحة فين ويتوقعها بشكل صحيح تعالى بقى نروح للسلبيات والنقاط اللي ممكن تعمل مشاكل عندي يوسف ايمن واللي همها حتة الاستعراض انه راجل دايما بيحب ياخد الرزق ويلعب الصعب ويسيب السهل يعني هنا الراجل توقع الكرة بشكل جيد راح بمنتهى السهولة قطعها ورجعها للحارس واستلامها منه مرة تانية موقف سهل جدا تقريبا وقف لوحده ولكن قرر يلعب الصعب ويرقص وبالتالي اتقطعت منه وكانت فرصة خطيرة جدا عليه اما بقى الحالة التانية نفس الكلام بالزبط الراجل زي ما اقتلك من شوية انه هو ما يعرفش حاجة اسمها تشتيت زي ما انت شايف حتى وهو مضغوط ما فكرش انه هو يشتت واحدة طويلة ويلعب كرة عشوائية وبالتالي لعبها بشكل برضو يعني كده في نوع من الاستعراض تردت عليه وكلفت فريقه هدف في مباراة صعبة جدا قدام النصر فاخيرا حتة الحرفانة سلاح زوحدين ياما هترقص وتبدي هجمة ويبقى شكلك مميز ومختلف ياما هتتقطع ويبقى شكلك وحش جدا وتحط نفسك وفريقك في مشكلة كبيرة عشان كده لازم يوسف يكون عنده نوع من التوازن والتنوع في القرارات يعني بعض الكور ممكن تاخد فيها رزق وبعض الكور التانية لازم تلعب السهل لكن في المجمل هو لعب جيد عنده بعض المميزات القوية واحد من ابناء النادي الاهلي ومش هيكلفنا مكان محترف فصفقة تستحق التجربة خصوصا ان في هوقات كتيرة بيكون عندك مشاكل في الدفاع وما عندكش حد بنفس السبات والقوة بتاعت محمد عبد المنعم عشان كده دايما بتلاقي المدافع التاني بيتغير في فترات تلاقي رمي ربيعة في فترات تانية يكون ياسر إبراهيم وفي فترات تانية إن ما كانش مصاب بيكون موجود محمود متولي وفي بعض الواد بيبع عندك مشكلة كبيرة وتلعب بواحد مثلا زي عمر كمال وييجي فيك أهداف سهلة بسبب المشاكل الموجودة في خط الظهر أخيرا هستنى عرف رأيك في يوسف أيمن تقيم الصفقة بكم من عشرة استنىك تقولي في التعليقات وما تنساش كمان تعمل لايك تعمل شير تعمل سبسكرايب على اليوتيوب وتفعل الجرس وتقولي عايز فيديو عن مين وأشوفك في فيديو جديد أحمد فهي